بعد التهديدات الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها لتل أبيب وطهران أصدق بعد التهديدات الخلابية 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 يعني الموضوع ده يعني أنا شايف أن ده موضوع دلوقت ضربه في الاقتصاد يعني عارف حجم الخسائر اللي ممكن تطيل تتذكر الخبر اللي طالب فيها وزير الخارجية النمساوي شالنبرج النظام الإيراني بضبط النفس وأنا يوميها طالبته بضبط نفسه من الضحك هل تذكر هذه أنا أطالبه وأعتقد أن اليوم سأجدد مطالبتي ومطالبة لجميع السادة المشاهدين أن يضبطوا نفسهم من الضحك الضحك على هذه الأخبار التافهة وهذه المواقف المخزية بصراحة الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها بعد خسائر الله بيعلم قديش قيمتها من اللي تحملها تحملها النمساوي على فكرة الشخص اللي ساكن من النمسا ضرائب عائدات بما فيها الشركة فبالتالي بصراحة كل الصراع الخلبي الإيراني الإسرائيلي أثبت أنه فعليا عبارة عن برسيم وعبارة عن عظام يرميها هذا لمؤيديه من يعتقد أنه فعليا يوجد صراع ما بين إيران وإسرائيل إيران وإسرائيل هما وجهان لعملة واحدة هذه قناعة أنا بالنسبة لي لا أستطيع ولا أعتقد ولا بأي حال الأحوال أنها ممكن أن تتغير عندي حمقى حماس حمقى الفلسطينيين الذين ما زالوا يؤمنون بإيران وبحماس وتنظيم حزب الله الإرهابي والذي دمر غزة ودمر فلسطين وليس عنده مشكلة أن يدمر سوريا ولبنان والعراق وكله على حساب أن تبقى إسرائيل آمنة وليس على حساب الفلسطيني ولا بأي حال من الأحوال النظام السوري هو حامي حمى إسرائيل من شمال حدودها حزب الله الإرهابي هو حامي حمى إسرائيل النظام العراقي هو خط الدفاع الأول عند ضد العراقيين الذين هم فعليا يرفضون هذه الغطرصة الإسرائيلية إيران هي حامي ومكمل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لن نزيد ونعيد أكثر من ذلك